ترأس سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس الدورة الحالية الاجتماع الرابعة والثلاثين للجنة اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير شباب والرياضة باصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة ونقل لهم تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة وتمنيات سموه لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح بما يصهم في تحقيق توجيهات وتطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه الحركة الشبابية والرياضية في دول الخليج وتمت خلال الاجتماع منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والموافقة على مبادرة تمكين الشباب للمستقبل ومبادرة تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي والتوصيات الصادرة من اللجان الفنية في المجال الشبابي والبرامج والانشطة والفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب خلال عام 2021 كما تمت الموافقة على التعاون الدولي في مجال العمل الشبابي المشترك وتعزيز الشراكات الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي كما تمت الموافقة على تحويل مشروع سجل الذهب الذي يتضمن رصد وتوثيق إنجازات مواطني دولي مجلس التعاون في مختلف ميادين العطاء والابتكار والإبداع إلى اللجنة الشبابية لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع